نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا العربية انطلقت الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بالعاصمة الإدارية وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية ومحافظ ونواب محافظ الدول العربية وممثل مؤسسات التمويل الدولية تضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واجتماع مجلس مساهم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصدرات والتي تساهم في عدد من المشروعات من بينها مشروع التجمعات التنموية ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر الأكبر من نوعها في العالم المشروع اليوم مشروع مياه بحر البقر مشروع لأهداف عديدة طبعا من ضمن الهدف الرئيشي الهدف السادس اللي هو تحقيق مياه صالحة للشرب وكذلك صحة بيئية نظيفة هذا المشروع راح يساعد مثل ما ذكرت اللي هو توفير مياه صالحة للصب وكذلك استصلاح عدد من أراضي وبالأهم الكثير اللي هو تحقيق فرص عمل بما يعادل 100 ألف نسم تأتي الاجتماعات السنوية للمؤسسات وهيئات التمويل العربية في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية